أهلاً وسهلاً بكم طلاب الصف الخامس هذه قناة حياتنا ويرلايف نرحب بكم جميعاً درسنا لليوم رح يكون أول درس بالوحدة السابعة سوف نتناول فيها موضوع المعادلات كتير الموضوع سهل وممتع وخلينا نبلش مع بعض إذن في هذا الدرس الأول يلي رح نحكي فيه يا خامس عن إيجاد قيمة المقدار الجبري يعني هاي هي الوحدة هي عبارة عن جبر الجبر يعني عندي بيكون متغيرات يعني أشياء ما بتكون الها قيمة نستخدم فيها رموز مثلاً الواي ممكن نستخدم الاكس ممكن نستخدم أي رمز بالحروف اللغة الإنجليزية تمام؟ وبعدين مطلوب مننا مجموعة من الدروس تمام؟ أول درس لليوم رح نشوف هذا المتغير أو هذا الرمز احنا هون منسميه متغير إنه كيف بدي أطلعه تمام؟ بحكي لنا إنه أنا كيف بدي أطلع قيمته يعني أدي مثلاً الاكس هذا بساوي بالزبط فهذا الشي ما بتم إلا من خلال عملية التعويض طيب خلينا نشوف المثال الموجود بالدرس هون بقول لنا قيمة المقدار الجبري اكس ناقص اتنين إذا كانت الاكس تساوي ثلاث تمام؟ هاي هي المعادلة الرسمية الرئيسية طيب يعني هاي هي العملية نفسها اللي رح نشتغل عليها اللي هي الاكس ناقص اتنين تمام؟ هايها الاكس ناقص اتنين شو بدنا نعمل؟ هلأ نحنا بدنا نطلع نعود الاكس ونحط بدالها قدي حكالي الاكس هون تساوي ثلاث يعني هاي الاكس هي عبارة عن ثلاث فبالتالي خلاص بكتب مدامة بالسؤال حكي الاكس تساوي ثلاث فمنحط هون بدال الاكس الثلاث ومننزل الناقص زي ما هو ومننزل الاثنين زي ما هي ثلاث ناقص اتنين كم رح يطلع؟ رح يطلع واحد تمام؟ فإذا هايها بالضبط الاكس بدال الاكس رح استخدمنا ثلاث من وين جبنا الثلاث؟ من السؤال نفسه يعني سؤال نفسه يا خامس بقول لك شو تستخدم ثلاث ناقص اتنين تساوي واحد هذا مثال آخر طيب معروف اتنين اكس معناها اتنين ضرب اكس لما يكون عندك اتنين ملزق بالمتغير معناها الاشارة بتكون اشارة الضرب طيب نفتح لصفحة اتنين واربعين يا خامس ونحل اسئلات اتحقق من فهمي ها بداية هيك هو الدرس اليوم كتير سهل وبسيط اول اشي طالب منه اجد من قيمة المقدار الجبري اكس زائد اربعة اذا كانت اكس تساوي واحد كتير سهل يا خامس اذا الاكس الموجودة عندي هون بالسؤال انه اكس تساوي واحد فبالتالي بدال الاكس اللي هون بحط واحد زائد اربعة ويساوي خمسة طيب السؤالي لبعده اجد قيمة المقدار الجبري اكس او خمسة اكس خمسة اكس زي هيك يكون معناها اشارة الضرب خمسة اكس إذا كانت الأكس هاي كم تساوي تساوي سبعة فبالتالي خمسة أكسي عبارة عن خمسة ضرب حطوا الضرب عشان ما تخربطوا وحطوا سبعة خمسة في سبعة كم يساوي خمسة وثلاثين فبالتالي جواب هو خمسة وثلاثين طيب هون في عنا مثال آخر من الحياة تمام اقرأوا وافهموا هون شارح لكم كل شي تمام طيب احنا بدنا نحل هذا السؤال عشان نكسب الوقت بحكينا بأسئلة أو سؤالة تحقق من فهمي صفحة 43 بقولنا عمر نادر خمس أمثال عمر ابنه زيد اكتب مقدار جبري مثل عمر نادر وبعدها بدنا نستعمله لإيجاد عمر نادر إذا كان عمر ابنه سبعة أعوام ممتاز طيب أول شغلة حكا لنا شغلة إنه عمر نادر خمس أمثال عمر ابنه زيد تمام يعني إذا كان زيد إكس لو فرضنا إنه زيد قديه عمره إكس ما بعرف فبنحط إكس حالا بقول لنا نادر اللي هو أبو كم عمره هو خمس أمثاله لزيد فإذن خمس أمثال زيد دائما لما يحكي أي شيء اسمها خمس أمثال معناها خمس ضرب المتغير تمام طيب إذن زيد إذا كان عمره إكس فبالتالي عمر أبو هو خمسة إكس طيب هون حكينا قدي عمره لزيد الطفل يعني عمره سبعة أعوام يعني بدال الإكس اللي هون ده حط عمر زيد قديه سبعة طيب كيف ده أعرف أنا عمر أبوه بكتب إكس خمسة يعني خمسة ضرب الإكس اللي هو عمر زيد يعني معناها الإكس اللي هون صارت سبعة أمرا عودها نكتب سبعة ضرب خمسة سبعة في خمسة ويساوي خمسة وتلاتين سنة عمر الأب تمام إذن هاي هي بكل بساطة إذن المقدار الجبري اسمه خمسة إكس ويساوي خمسة وتلاتين طيب من حال مع بعض الأسئلات أتدرب بقول لنا أجد كل مقدار جبري مما يأتي عندما تكون الإكس تساوي ثمانية يعني بدنا نعوض كتير سهل إكس زائد ستة يعني ثمانية زائد ستة ويساوي أربعة عشر طيب لو كنا عندي خمسة إكس قلنا زي هيك حنا حالة ضرب خمسة ضرب تمانية ويساوي أربعين إكس ناقص ثلاث يعني تمانية ناقص ثلاث ويساوي خمسة وهونا تمانية تقسيم أربعة ويساوي اتنين أكتب المقدار الجبري فيه كل مما يأتي ثم نجد قيمته إذا كانت إكس هالأد وي هالأد وإي هالأد ممتاز هلأ كل ما نشوف إكس منيجو نتفرج هنا بالسؤال ليا خامس ومنكتب القيمة تبعت الإكس يعني قدينا ناتج جمع التمانية واربعين وإن الإكس كيف دعرفها هايها موجودة بالسؤال يعني اجمع تمانية واربعين زائد أربعة وشرين رح يطلع معك الجواب اتنين وسبعين طيب قال لك ستعش مطروح منها الواي وين الواي هايها الواي تسعة يعني ستعش بدك تطرح منها التسعة هيك ستعش ناقص وي يساوي أدي يعني ستعش ناقص تسعة اللي هون ويساوي سبعة اللي بعدها ناتج قسمة الإكس على ستة نكتب إكس تقسيم ستة ويساوي كم نكتب أربع وعشرين اللي هي بنعوض بدال الإكس نكتب أربع وعشرين أربع وعشرين تقسيم ستة ويساوي أربعة اللي بعدها خمس أمثال الأي وين الأي هايها خمس أمثال يعني خمسة ضرب خمسة اللي هي هون فبطلع معنا أدى جواب خمسة وعشرين طيب خلينا نعبر الآن عن هذه المقادير الجبرية الآتية بالكلمات يعني بنعمل عكس هذا السؤال تمام يعني ثمانية ضرب الاكس شو بنحكي انه ثمن امثال هلالاكس اما اكس زائد اربعة معناها مجموع الاكس مع الاربعة او بنحكي ناتج جمع اكس واربعة هون عندي طرح طرح الاكس ناقص اربعة او اكس مطروح منها سبعة طيب هون بنحكي اكس مقسومة على الستاش طيب هون بقولنا عدد اسنان شخص البالغ بزيده على اسنان الطفل اللبنية بمقدار 12 سن تمام اكتب مقدار جبري اللي بعبره عن عدد اسنان الشخص البالغ اذا كان عدد الاسنان اللبنية 20 طيب شو قالنا السؤال هون برضو مقدار جبري يعني عدد اسنان الشخص البالغ الكبير قدي بزيد عن الطفل 12 سن يعني لو فرضنا انه الطفل عنده سن معين ما بعرف شو ما يكون قدير رح يزيد عنه البالغ إذن هذا طفل قدير بدير يزيد عنه البالغ قلبنا بمقدار 12 سن يعني معناها X هذا تبع الطفل زائد 12 سن رح يعطيني مين رح يعطيني البالغ على فرض أنه اللبنية عندك 20 يعني تبعه الطفل 20 على فرض أنه X صارت 20 معناها كم البالغ نجمع 20 زائد 12 أدى بيطلعنا 32 30 تمام هاي إذن هيك رح نصير الجواب 20 زائد 12 شوي ساوي 32 وهذا هو المقدار الجبري طيب بقولنا المستطيل طوله هالأدى وعرضه ما بنعرف بدنا نعبر عن المساحة بمقدار جبري ثم نستعمل هذا المقدار لحساب المساحة إذا كان عرضه 15 سنتيمتر شو بنا نعمل بهاي الحالة معروف نحن أخذنا إنه بقولنا يعني هو طالب المساحة هاي عندكو الطول وعندكو العرض شو هي قانون المساحة خامس دائما بنعرف إن المساحة تساوي الطول ضرب العرض يعني الطول اللي هو 20 ضرب العرض اللي هون هاي وضربوهم مع بعض بعطيكو جواب 300 طيب ننتقل إلى صفحة 44 منكملها للأسئلة طيب عندنا سؤال رقم 15 بقولنا في عنده هذا النجار قطعة خشب قطعوا هاي القطعة قطعها لقطع كل قطعة طولها 20 سانتي طيب بدنا نعبر عن عدد القطع كم قطعة هو قطع بمقدار جبري إذا كان طول اللوح 120 طيب 120 بس مش عارفين إحنا كم قطعة بس عارفين كل قطعة من القطع هدولة تعوني المية وعشرين قدي طولها تمام ممتاز معناها شو بقسم من 120 على العشرين شو هو المقدار الجبري رح يصير كالتالي الاكس اللي هي مش طول اللوح هاي هاي طول اللوح آه هايو هاي طول اللوح له المية وعشرين فإذا طول اللوحة الاعتبار إنه اكس تقسيم العشرين طول كل قطعة من قطعة اللوح فإكس تقسيم عشرين ويساوي 120 تقسيم عشرين وبعطينا جواب النهائي 6 طيب بقول لنا إنه الزرافة تنام ساعتين بس باليوم طيب عشان بس بدنا نشوف بأكثر عدد من الأيام ثم نستعملوا لحساب عدد ساعتين اللي بتنام هالزرافة بالأسبوع هالهي باليوم الواحد يا خامس بتنام كم ساعة ساعتين بدنا بأسبوع كيف نعمل ببساطة بتضرب هدول الساعتين في الأسبوع اللي هي 2 ضرب 7 ويساوي 14 طيب يزيد مثل الجملة Y مقسومة على 6 حكى إنه 6 تقسيم Y صح هذا الكلام؟ لا Y مقسومة على 6 فالY هي المقسومة عندك تبلش بY خامس إذن Y تقسيم 6 هال قيمة مقدار 3N أو 3N أكبر من قيمة مقدار 2N إذا كانت الN تساوي 8 ما علينا ما علينا إلا أنه نعوض يعني 2 ضرب N هون قدي 2 في 8 يساوي 16 تمام؟ وهون 3 ضرب N يعني 3 ضرب 8 ويساوي 24 معناها الـ 24 أكبر يعني قيمة 3N أكبر تمام؟ هذا الكلام سليم السؤال اللي بعدي بقول لنا نادين شاركت وأربعة من صاحبات ها مبلغ من المال المهم بدنا المقدار الجبري الذي يمثل للمبلغ اللي كانت نادين تمتلكه بس هون قال لنا أنه تمتلك أنه ضل بحقيبتها 3 دنانير وهنا كم عددهم؟ أربعة أربعة وهي نفسها أوكي يعني هي أربعة ضرب X زائد الثلاث دنانير اللي كانوا موجودات معها بس هاي هي المقدار الجبري هو طالب مني مش طالب مني حل شو هو المختلف بالإجابات هذول الأربعة؟ هسا كل وحدة بتطلعوا الإجابة خامس رح تلاقوا أنه هاي هي المختلفة هي الوحيدة هون ناتجها 24 يعني 15 زائد 9 بيعطينا 24 هون 9 فيه 3 بتعطينا 27 وهون 27 جوابهم هون 27 إلى هاي الوحيدة ناتجها إشي آخر ننتقل الآن إلى كتاب التمارين نفتح إلى صفحة 16 بدنا نحكي لكم بس الإجابات بشكل سريع عشان تتأكدوا منهم X ناقص 1 طبعاً هو عبارة عن إيش الأربعة مين الأكس؟ الأكس هنا خمسة خمسة ناقص واحد إذن معناها جواب أربعة هون أربعة ضرب X لأنه أربعة والأكس مكرر أربع مرات بضرب أربعة في خمسة ويساوي 20 هون X زائد أربعة حبات فبالتالي خمسة زائد أربعة ويساوي جواب 9 مجموع X و 13 هون رح يكون الجواب Y زائد 13 هون عنا X ناقص 12 هون 16A لأنها مضروبة فيها هون N زائد 7 هون عندي 8M وهون عندي Y تقسيم 17 طيب نيجي لهون طالب منا قيمة المقدار الجبري إذا كانت X تساوي أربعة بس هنا بكل بساطة بتحط بدل X أربعة وبتجمعه أربعة وستاش عشرين أربعة تقسيم اتنين اتنين و 11 ضرب أربعة يساوي أربعة واربعين وأربع ناقص أربعة أكيد يساوي سفر السؤال الأخير بقولي النعم بدنا مقدار الجبري يمثل كل مسألة تمنح لي المسألة إذا كانت W تساوي تمانية تمام؟ مساحة المستطيل طول ضرب العرض مباشرة بتقولي الطول العرض هو تمانية هايو فبننعوض العرض تمانية والطول عشرة فتمانية في عشرة يساوي تمانين تمام؟ يعني عشرة اللي هو الطول ضرب إيش العرض اللي هو الـ هذا المقدار الجبري كيف دكت حل؟ هاي يعني بتضرب عشرة ضرب تمانية يساوي تمانين السؤال اللي بعديه محيط المثلث متطابق الأضلاع طول الضلع W المقدار الجبري 3 W حل المسألة رح يكون 24 واللي بعديها رح يكون Y W أو لا 4 W ليش؟ لأنه محيط المربع طول ضلع W المربع معروف له 4 أضلاع فبتالي 4 ضرب W رح يعطينا جواب 4 ضرب تمانية معناها 32 أوكي حلونا نراكم إن شاء الله في الدرس الثاني سوف نتحدث فيه عن معادلات الجمع والطرح أشكركم جميعا ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتابعونا دائما إلى اللقاء